هل أتعبتك الآلام؟ هل ردتك الأوجاع؟ وأشعرك المرض أن الحياة رمادية اللون؟ هل كرهت مراجعة الأطباء؟ وتعبت في السير في ممرات المستشفيات؟ واختلطت في عقلك أسماء العيادات بتواريخ المراجعات بأوجه المرضى؟ إذن ما رأيك أن أطلعك على شيء يغسل روحك من أوصابها وأتعابها؟ إنه اسم الله الشافي اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها قليلا لتقرأ عن هذا الاسم الرحيم هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن تتفيأ ظلاله مقدار حاجتك إليه ومقدار بعدك عنه أيضا الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات لذلك فقد سمى الله نفسه بالشافي لتسجد آلامك في محراب رحمته وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته المرض فضيحة كبرى تبتلى بها غطرسة البشر ذبول مفاجئ يفقد فيه الإنسان ازدهاره نكسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع قدر الله على هذا الجسد أن تنطفئ نظارته مؤقتا حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة قدر الله المرض على الإنسان حتى يتذكر شيئا أشبه ما يكون بهذا المرض إنه الموت فكما أن المرض نهاية الحيوية فكذلك الموت نهاية الحياة أيها الإنسان إن حقيقتك الموت وإن كل شيء فيك يشبه الموت نومك موت مرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية موت للمرحلة السابقة فالشباب موت الطفولة والكهولة موت الشباب وإنك أشبه بالموت من الحياة ومع ذلك فإن الوهم يجعلنا نعتقد أننا مخلدون ولهذا يصرخ المرض بأجسادنا أنها إلى الزوال فحتى إذا أخذ المرض مداه وتنغسل أنت من الدنيا جيدا يأذن الشافي سبحانه للدائب الانصراف من جسدك ويأمر الصحة أن تعود سيرتها الأولى فإذا باللون الوردي يتصعد على وجنتيك وتعود الابتسامة أذبلتها أيام الرحضاء لأنه الشافي يشفيك بسبب ويشفيك بأضعف سبب ويشفيك بأغرب سبب ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب ويشفيك بلا سبب هو سبحانه يشفي بالصبر ويشفي بالدعاء ويشفي بالصدقة ويشفي بالاستغفار ويشفي بالتوبة ويشفي بالرضى ويشفي بلا شيء لا يريد منك سوى العودة إليه أن تتلمس الطريق المؤدي إليه عد إليه بالرضا عد إليه بالسجود عد إليه بالتوبة عد إليه بالاستغفار عد إليه بالصدقة عد إليه بالاعتراف أطرق بابه ثم ارتق بالشفاء ليس هناك مستشفى في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لها ذلك ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك إلا إذا أراد الله ذلك يمرضك سبحانه لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك لتتواضع فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك لتشعر بالآخرين فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة الشاف الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد مسبق وبطاقة تؤهلك للعلاج وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة على الأقل هو الله فقط قل يا الله فإذا بأعظم مستشفى إلهي تفتح أبوابها إنها مستشفى الرحمة والقدرة واللطف والشفاء هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي جاء ربه بقلب سليم سليم من أي ذرة شرك قد تعتري قلبا ضعيفا يقولها عليه السلام فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجئ إلا للحي الذي لا يموت وإذا مردت فهو يشفين هو وحده لا أحد سواه يشفيني ضع نقطة هنا لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاءك لماذا تذيق بكل هؤلاء الموت الذين يتحركون حولك وتنسى الحي الذي لا يموت من الذي خداعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر كيف ضحكت عليك الحياة بهذه السرعة ونسيت ذلك الذي أخرجك من بطن أمك وخلق لك في صدرها رزقا حسنا وعلمك وأنت أجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على صدرها لترضع أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة لتضمك وتعتني بك أبهذه السرعة نسيته هكذا ظننت أنه يمكنك الاستغناء عنه ها هو سبحانه بالمرض يذكرك بأيامك الأولى بالمرض يقول لك عد إلي فكما خلقتك من عدم فأنا وحدي فأنا وحدي الذي أرفع عن جسدك السقم قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن فها هو أيوب عليه السلام يؤمر أن ينضرب برجله الأرض هذا مغتسل بارد وشراب لقد كان الدواء بالقرب منه لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله حتى تكتمل أسباب الشفاء فلما شاء الله علم أيوب مكان الدواء فنجع الدواء بإذن الله سبحانه أنت لا تحتاج أن تحجز إلى واشنطن أو باريس أو بكين فدواءك إن شاء الله قريب فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة الرضا دواءك فيك وما تشعروا وداءك منك وما تبصروا إذا رضيت عن الله أرضاك المرض من أقصى اختبارات الرضا فإذا كانت إجاباتك في هذا الاختبار راضية كانت النتيجة مرضية بإذن الله قد يسأل البعض كيف أرضى بالمرض وفيه الألم المكروه فطرة كيف أرضى بالشيء الذي أكرهه يجيب الإمام بن القيم عن هذا السؤال قائلا لا تنافي في ذلك فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب ويكرهه من جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له قل من بين آهاتك ما أمر به نبيك أمته أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قلها بقلبك بل روط قلبك على الرضوخ لمعناها بل اغسله بها غسلا فالرضى عن الله فرض عن الرضى بالله فإذا رضيت به أرضاك اجعل قلبك يتنفس الرضى اجعله يتلذذ بالرضى ثم تأمل جسدك وسترى أمارات الشفاء تدب في نواحيه بإذن الله اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جسدك يرجع سبحانه بتلك النفثة الشياء كانت على وشك المغادرة اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرف فيه إلى ربك من خلال اسم الشافي لقد مرضت كثيرا في حياتك ولا ألم إلا ويعلم موضعه ولا زفعة إلا ويران رانها في الفؤاد ثم إذا ما تم مراده ونزفت عبر آهاتك أنهار الذنوب أمر سبحانه العافية أن تعود فإذا بك تمشي في أرض الله وقد اغتسلت من الذنوب لأنه الرحيم يشفيك لأنه العليم يشفيك لأنه الحليم يشفيك لأنه القدير يشفيك لأنه الله يشفيك معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء معه ستنسى مواقع المستشفيات معه ستلغي مواعيد العيادة ابني في غرفتك مستشفى جديدة اسمها السجادة وعقد موعدا مع السجود وسجل في قلبك اسما واحدا الشافي اللهم يا شافي اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة ولكل جسد منهك ولكل قلب متعب إنك سميع الدعاء مستفاد من كتاب لأنك الله لعلي الفيفي مستفاد من كتاب لأنك الله لعلي الفيفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر